بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم عجل وليك الفرج يقول العالم الرباني الشيخ مرتضى الزاهد كنت أعقد في الليالي جلسات للدرس وكانت عادتي ألا أتأخر عن العودة إلى البيت وإذا ما تأخرت فلدي مفتاح الباب أفتحه أنا لألا أوقظ زوجتي فيكون هذا سببا لظلمها والتجاوز عليها رجاء استمع رجاء استمعي كيف أن العلماء يدارون زوجاتهم إلى هذه الدرجة فيقول آية الله الشيخ مرتضى الزاهد حدث مرة أن كانت عودتي إلى البيت وقد مضى وقت طويل من الليل بعد منتصف الليل ولم يكن معي مفتاح الباب نسيته في البيت قرر قراري أن لا أوقظ امرأتي قرر قراري واتخذت قرارا أن لا أوقظ زوجتي من منامها ولكن هذا يعني علي أن أبقى في الشارع إلى الصباح على كل الأحوال يقول مكثت فعلا في الزقاق لم أطرق باب البيت لكن ما فاجأني بعد قليل أن زوجتي قد فتحت الباب وعندما فتحت الباب أخرجت رأسها وقالت لي تفضل يا شيخ هنا استغربت كثيرا سألتها كيف فتحت الباب والحال أني ما طرقته وما ثم ما يدل على أنك عرفت أني وراء الباب فقالت لقد كنت غافية حين رأيت سيدا في المنام قد جاءني وعرفت أنه صاحب الزمان سلام الله عليه وقال لي أن الشيخ مرتضى واقف وراء الباب ولم يشأ أن يطرق الباب لألا يوقظك من النوم فيكون قد ظلمك انهضي على الفور افتحي له الباب فهببت مسرعة من النوم وجئت إلى الباب وقمت بفتحه يقول الشيخ مرتضى الزاهد عندها شكرت الله سبحانه وتعالى شكرت صاحب الزمان سلام الله عليه علماؤنا الأعلام يقولون إذا كان الشيخ مرتضى الزاهد لا يطرق الباب خوفا أن يكون ظالما لزوجته فكيف بالذي يقوم بضرب زوجته يقوم بشتمها بشتم أهلها يقوم بجلدها ألا يخاف سطوة الله سبحانه وتعالى وهل يأمل أمثال هؤلاء أن يحصلوا على دعاء صاحب الزمان وعناية صاحب الزمان أبدا لا نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون من الذين يطبقون أحاديث أهل البيت عليه وسلام خيركم خيركم لأهله خير رجال أمتي الذين لا يتطاولون على أهليهم ويدارونهم على كل حال برنامج صباحات والأيامين محمد خادم في مرقد الحسين بن علي عليه السلام شكرا شكرا